أكد وزير المالية أحمد كوجك التطلع إلى تعميق الشركات التنموية مع الجانب الياباني في قطاعات التنمية البشرية والاستثمار الأخضر وفي أول لقاء له مع السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي قال الوزير إن المدارس والجامعة اليابانية ومتر الأنفاق والتأمين الصحي الشامل ومشروعات توليد الطاقة النظيفة هي نماذج ناجحة للتعاون المصري الياباني فضلا عن طرح مصر لأول إصدار سندات خضراء في السوق اليابانية على نحو أسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين